بلاد العميان في ذلك الوادي الجبلي المجهول الذي انقطعت أسباب اتصاله بالعالم الخارجي كان هذا الوادي في قديم الزمان يستقبل المغامرين من أنحاء العالم بعد أن يجتاز إليه ممرات جليدية محفوفة بالمخاوف ليصل في نهاية المطاف إلى مروجه الزاهرة هكذا جاءت إلى الوادي أسرة مهاجرة من بيرو فرارا من الاضطهاد الآثم لحاكم أزباني وعقب ذلك حدث الزلزال مندوبامبا الهائل الذي صحبه ظلام رهيب خيم على كيوتو لمدة سبعة عشر يوما وفارت المياه وهي التغلي في مجرى نهر تويجواشي وهلكت الأسماك في البحر فطافت على السطح فاقدة الحياة حتى جوايا كيل وتصدعت اليابسة في كل مكان على طول شاطئ المحيط الهادي وذابت الثلوج والجليد وتفجرت المياه في طفان مهلك شنيع وانشطر جانب بأكمله من سفوح الأروكا وهوى منحدرا كقصف الرعد فسد السبيل على بلاد العمنيان وأصبح إلى الأبد حائلا بينها وبين أقدام المستطلعين من الناس غير أن أحد المستوطنين الأوائل لهذه البلاد تصادف أن كان بقرب أحد الممرات المؤدية إليها عندما ارتجفت الأرض وزلزلت زلزالها مما اضطره لأن يعبط إلى السفوح المنخفضة وينسى زوجه وطفله وأصدقاءه وكل ما كان يملك هناك ليبدأ الحياة من جديد وقد بدأ الحياة من جديد حقا ولكنه كان سقيما ثم أصابه العمى ومات معذبا في أغوار الجبال أما القصة التي جاءت على لسانه فقد أصبحت أسطورة من بعده ليذكرها إلى يومنا هذا أصل كورديلاس في جبال الإنديس ذلك الرجل في أسطورته السبب الذي دعاه إلى ركوب الأخطار عائدا من بلاده التي هاجر إليها وهو بعد في سن الطفولة ذلك الوادي الذي قال عنه أنه يحوي كل ما يخطر على قلب بشر ففيه جداول ماءها عذب رقراق وفيها خضرة سندسية ومناخ معتدل وأرض خصبة وأشجار من الفاكهة دانية القطوف وكانت هناك غابات كثيفة في أحد الجوانب تعسم زكان البلاد من غوائل العواصف والفيضانات فقد كان الوادي منخفضا بين الجبال تحف به من نواحي ثلاثة لال يكسوها الجليد وعندما كان يحين موعد ذوبان الجليد كان الفيضان ينطلق بعيدا عن الوادي فينجو أهله من خطر التعرض لسيل جارف من الماء الجليدي ومطلقا لم تمطر السماء في تلك البلاد ولا كان الثلج يتساقط وإنما كانت الأرض تستقي من ينابيع تخضر بمياهها المروج وتزدهر فنعم المستوطنون بعيش رغيد وكثرت أنعامهم وتكاثرت ولكن شيئا واحدا نغص عليهم سعادتهم وكان كفيلا بأن يفسدها أيما إفساد فقد نزل بهم داء غريب كان من نتائجه أن أصيب بالعمى أطفالهم المولدون وكثير غيرهم من الأطفال الكبار وكان هذا الرجل قد عبر الممرات على أمل أن يتوصل إلى تميمة من السحر أو دواء يشفي من العمى ففي ذلك الزمن وفي مثل تلك الظروف لم يكن يخطر ببالي أحد ظن عن الجراثيم وإنما كان الناس ينسبون إلى الشر كل ما ينزل بهم من بلاء وهكذا ظن الرجل أن ذلك الداء ربما يكون راجعا إلى أن أولئك المهاجرين الذين لم يكن بينهم قساوسة أهملوا في إقامة بناء للتعبد لدى دخولهم إلى الوادي ولقد أراد الرجل أن يبني ذلك المكان المقدس في الوادي متواضعا بسيط التكاليف وأن يكون له أثر في النفس بما يحوي من مقدسات وأشياء مباركة وكان في حافظة الرجل سبيكة من الفضة كان في نيته أن يدفع منها ثمن الأدوية المباركة وكان الناس قد اشتركوا في جمعها بأموالهم وحليهم ولكنه كذب عندما قال أن بلاده ليس بها شيء من المعادن الثمينة وأني لأتخيل ذلك الرجل بعينيه التي خبى منها نور الإبصار ووجهه الذي لفحته الشمس المحرقة واستبد بنفسه القلق وهو يقص قصته بسذاقة قبل أن يحدث الزلزال المريع على قصيص حاد النظرات أعاره أذنا صاغية ملتفتة وإني لأستعيد صورته الآن وهو يحاول جاهدا أن يعود إلى بلاده حاملا معه التمائم الشافية من العما وما واجهه من شعور الاستياء الذي لا حد له عندما بحث دون جدوى عن ذلك الممر الذي محاه الزلزال من الوجود أما ما صدفه بعد ذلك فليس لي به من علم اللهم إلا بعرفتي بما لاقاه من حثف أليم بعد ذلك بسنوات طويلة وكانت قصة ذلك الرجل المسكين هي أصل الأسطورة عن تلك السلالة من المكفوفين الذين ما يزالون يعيشون هناك نعيما بين الجبال وكان الداء ينتشر بين سكان ذلك الوادي الذي نسيه الناس فقد غشيت أبصار الكبار من القوم وكلت أبصار الصغار وأما الأطفال الذين ولدوا لهم فلم يقدروا لهم أن يبصروا إطلاقا وبرغم هذا كانت سهلة هنية في ذلك الوادي الغني المنفصل عن العالم لم يكن هناك أشواكاً نباتية ولا هوام ضارة شريرة وخلت البلاد من الحيوانات المفترسة فلم يكن بها إلا قطعان اللام الواديع المستأنسة وكانت الغشاوة تزحف على أبصارهم رويداً وتحجب عنهم قوة البصر حتى إنهم لا يكادوا يحسون بما يفقدون وكانوا يقودون صغارهم فاقدز البصر هنا وهناك حتى أحاطوا علماً بكل ما في الوادي وعندما انتهى بهم الأمر إلى العمل مطلق استمرت سلالتهم وذويهم على مر الأيام وكان لديهم من الزمن ما سمح لهم أن يروضوا أنفسهم على السيطرة على النار التي كانوا يوقدونها بعناية في مواقد من الحجر كانوا شعباً بسيطاً لم يحظى بكثير من العلم وإن كان لديهم بعض من فن بيرو القديمة وفلسفتها وتتابعت الأجيال وما أكثر ما نسوا وما أكثر ما اخترعوا وابتكروا ثم خبت تدريجاً ذكرياتهم عن العالم الخارجي وأصبحت غير محققة وفي النهاية لم يبق من تلك الذكريات إلا قصة آمن بها بعضهم وظن أغلبهم أنها محط خرافة وفي كل شيء ما عد البصر كان هؤلاء الناس أقوياء ذوي مقدرة لقد ظهر بينهم رجل ذو عقل راجح مبتكر وكان لبقاً في الحديث يستطيع إقناع الناس واستمالتهم ومن بعده جاء رجل على شاكلته ثم ذهب الاثنان في طي الزمن وبقيت آثارهم في القوم الذين زاد على مر الأيام مجتمعهم الصغير عدداً وفهماً فجمعت بينهم شؤون الحياة وفضوا ما صغدفهم من مشاكل اجتماعية واقتصادية وجاءت أجيال من بعدها أجيال إلى أن مرت عشرة قرون على رحيل ذلك الرجل حامل السبيكة الفضية الذي ذهب يبحث عن معونة إلهية لقومه ولم يقدر له أبداً أن يعود وحوالي ذلك العهد تصادف أن جاء إلى الوادي رجل من العالم الخارجي وإليك قصة هذا الرجل كان الرجل مسافراً في بلد كان الرجل مسافراً في بلد قرب كيوتو وهبط الجبال إلى البحر وخبر أحوال الدنيا وكان رجلاً ذكياً له طريقة مبتكرة في قراءة الكتب وقد استخدمه جماعة من الإنجليز كانوا قد جاءوا إلى الإكوادور ليتسلق الجبال فيحل محل أحد الأدلاء السويسريين الذي نزل بهم المرض وقد تسلق الجبال ها هنا وهناك حتى حانت محاولة قهر الجبل براسكوتوبل أعلى قمم الإنجيز تلك المحاولة التي راح ضخيتها وانقطع عن العالم الخارجي وقد كتب عن الحادث عشرات المرات ولكن قصة بوينتر هي أجملها وفيها يصف جماعتهم الصغيرة وهم يشقون طريقهم الشاق حتى وصلوا إلى أسفل آخر وأعظم جرف وكيف أقاموا لأنفسهم مأوى بين الجليد يقضون فيه سواد الليل على قطعة ناتئة من الصخر ثم إنهم اكتشفوا غيابه فصرخوا ينادون عليه ولم يرد لهم نداء وصاحوا من جديد وأطلقوا صفاراتهم ولم يغمض لهم جفن طوال ساعات الليل الباقية وعلى أنوار الصباح المشرق رأوا آثارا دلتهم على سقوطه وكان يبدو ضربا من المستحيل أن يسمعوا له صوتا في سقطته فقد انزلق منحدرا ناحية الشرق تجاه الجانب المجهول من الجبل وعلى بعد صحيق إلى الأسفل استضم بتل من الثلج وسقط وسط كتلة من الركام الأبيض واتجهت آثار سقوطه مباشرة إلى حافة جرف مخيف وفيما وراء ذلك لم يكن له آثر يبدو للعيان وعلى بعد شاسع إلى أسفل استطاعوا أن يتبينوا على البعد أشجارا ترتفع في واد ضيق محصور بين الجبال تلك كانت بلاد العميان ولكن أنا لهم أن يعرفوا ذلك ولا أن يميزوها عن أي واد آخر وقد روع المغامرون بهذه المأساة فأوقفوا محاولتهم تسلق الجبل واستدعي بوينتر للعودة قبل أن يقوم بمحاولة أخرى وإلى اليوم ترتفع هامة جبل بارسكوتوبل التي لم تقهر بعد بينما غابت خيمة بوينتر وسط الثلوج الشاهقة وأما نونيز الدليل الذي سقط فقد بقي على قيد الحياة فعند نهاية المنحدر هوى مسافة ألف قدم وسقط في سحابة من الثلوج على منحضر ثلجي أكثر حضارا من سابقه ومن هذا انحضر غائبا عن وعيه ولكن موضعا من جسم لم يصب بسوء ثم وصل إلى سفوح قليلة الانحدار وأخيرا تدحرج واستقر ساكينا تحوطه كومة من الثلج الأبيض صاحبته في طريق سقطته وأنقذت حياته وعاد إليه وعيه وهو يظن بعض الظن أنه على فراش المرض ثم تحقق من مكانه بذكاء الرجل الذي خبر الجبال وخلص نفسه من الثلوج وما لبث بعد قليل من الراحة أن رأى نجوم السماء وظل هكذا منبطحا على الأرض يتساءل في دهشة عن موضعه وعما حدث له وتحسس أطرافه وجسمه واكتشف أن فقد كثيرا من أزرار سترته التي كانت مقلوبة على رأسه أما سكين فقد سقطت في جيبه وكذلك ضاعت قبعته التي كانت مثبتة بالرباط حول ذقنه ثم تذكر أنه كان يبحث عن بعض الحجارة ليرفع بها جانبا من جوانب المأوى وتفقد فأسه الذي كان يتسلق به الجليد فإذا هو الآخر قد فقد واستقر رأيه أنه لا بد أن يكون قد هوا من عال ونظر إلى أعلى على ضوء القمر ليرى العلو الشاهق الذي منه هبط وظل برهة يطيل النظر إلى ذلك الجرف الأبيض الشاحب وهو في علا يناطح السماء كأنه البرج وسحره جماله الغامض وقتا ما وفجأة انطلق يضحك ويصرخ في وقت واحد معا وبعد قليل أدرك أنه كان قرب السفح الأسفل لمنطقة الثلوج وأسفل منه بعد ذلك المنحدر الذي يمكن هبوطه والذي أضاءه نور القمر استطاع أن يرى منطقة خضراء تكسوها السخور وبذل جهدا حتى استطاع أن ينهض على قدميه يستشعر الألم في كل موضع من جسمه وانطلق يهبط والجليد يتدحرج من حوله حتى وصل إلى أرض الحشائش وهناك ألقى بنفسه إلى جانب صخرة ضخمة وشرب قليلا من زجاجة كانت بجيبه الداخلي وسرعان ما راح في نوم عميق وأيقظته شقشقة الطيور في ذلك الوادي البعيد المنخفط وعلم أنه كان على نقطة عالية عند قدم جرف منحدر ومن فوقه كانت تمتد شهقة إلى أعلى إحدى الجوانب الصخرية وبين هذين الجرفين كان هناك ممر يمتد من الشرق إلى الغرب وكان مضيئا بأنوار الصباح وكان أسفل منه منحدر شديد الإنحدار كذلك الذي وصل إليه ولكن فيما وراء الثلوج ما يزبه المدخنة رتبة بمياه الثلوج يستطيع أن يلجأ إليها المتسلق إذا وجد نفسه في خطر وفعلا هبط بأيسر مما كان يخطر بباله ووصل إلى جبل آخر منعزل ثم تسلق سخرة في صعوبة لا تذكر فإذا هو على سفح منحدر تنبت به الأشجار وتطلع من حوله ليرى أين هو فوجد أعلى منه بقليل ممر يؤدي إلى وادي أخضر حيث تبين مجموعة من الأكواخ الحجرية على صورة لم يألفها ومضى به الوقت سائرا فإذا ضوء الشمس قد تحول عن الممر وضاعت على البعد أناشيد الطيور وبرد الهواء من حوله وأعتم الفضاء ولكن الوادي بما فيه من منازل قاتمة كان أمامه كأوضح ما يكون وهبط سفحا منحدرا ولاحظت عينه وكان شديد الملاحظة نباتا غريبا بين الصخور فاقتطع منه ريقات أكلها فساعدته على تحمل الجوع وعندما اقتربت الظهيرة اجتاث عنق الممر ودخل إلى الوادي المنبسط وإلى الشمس المشرقة وكان متعب الجسم متصلبا وملأ زجاجته من مياه ينبوع وشربها وشربها عن آخرها واستسلم للراحة قبل أن يبدأ المسيرة متجها ناحية المساكن وكم كانت غريبة تلك المساكن في ناظره بل أن الوادي بأجمعه كان يبدو شيئا غير مألوف وأكثر غرابة من المنازل نفسها وكانت غالبية المساحة من الوادي أرضا منزرعة ومروجا خضراء تزينها زهور يانعة مسقية بعناية غريبة ومن حول الوادي قام جبل عالم تنحدر منه مجرى مائي يبعث الري في جنبات الوادي وعلى المنحدرات العالية على هذا الجبل كانت قطعان اللامة ترعى الحشائش وظهرت هنا وهناك حظائرها منبثة على سفح الجبل وكانت القنوات تلتقي عن المجرى الرئيسي الذي يشق طريقه وسط الوادي وعلى جانبيه قام سور مرتفع بمقدار قامة الإنسان وهنا وهناك كانت ممرات مرصوفة بحجارة بيضاء وسوداء على نسق بديع وكانت منازل القرية الرئيسية لا تشبه بحال منازل القرى التي على الجبال فقد قامت في صف متصل على جانبي طريق متوسط نظيف للغاية غير أن واجهات المنازل التي كانت تؤلف مجموعة من الألوان لم يكن بها فتحات إلا الأبواب أما النوافذ فلم يبدو لها أثر وكانت الألوان الهمجية هي أول ما بعث في ذهن هذا الرجل المكتشف فكرة العمى ذلك أنه حدث نفسه قائلا لا بد أن يكون الرجل الطيب الذي صنع هذا عشيك الخفاش وهبط الرجل من المنحدر فوصل إلى النهر الجاري وسط الوادي ورأى جماعة من الرجال والنساء جالسين على أكوام الحشائش كأن يطلبون فترة من النعاس وقت القيلولة وعلى مقربة من القرية رأى بعض الصبية وعلى مقربة منهم ثلاثة رجال يحملون دلاء ويتجهون بها ناحية المنازل وكان لباسهم من جلد اللامة أما أحزمتهم وأحذيتهم فكانت من الجلد وعلى رؤوسهم كانت قبعات تتصل بها أغطية للآذان وكانوا يسيرون متباطئين في صف واحد بعضهم في أثر بعض وهم يتثاؤبون كأنهم قضوا الليلة بطوله ساهرين وكان في مظهرهم ما يؤكد النجاح ويبعث في النفس شعور الاحترام نحوهم مما دعا نونيز بعد لحظات من التردد أن يتقدم إلى مكان مكشوف من الصخرة وصاح صيحة تردد صداها في أنحاء الوادي ووقف الرجال الثلاثة ولوحوا برؤوسهم كأنهم ينظرون حولهم وتطلعت وجوههم هنا وهناك وكان نونيز يشير إليهم وإن لم يبدو عليه أنهم رأوه ثم اتجهوا ناحية الجبل على يمينهم وصاحوا مجيبين على صرخة الرجل وصاح نونيز مرة ثانية وثالثة فلم يروه قفزت كلمة العمى إلى أفكاره وقال لنفسه هؤلاء البلهاء لا بد أن يكونوا عميان وأخيرا بعد أن بح صوت نونيز من الصياح الشديد عبر النهر على قنطرة صغيرة ودخل إلى البلد من بوابة في الحائط واقترب من الرجال وحينئذ تأكد له أنهم حقا مكفوف البصر وتأكد كذلك أن هذه هي بلاد العميان التي تحدثت عنها الأساطير واقتنع بصدق القصة التي سمعها يوما ما وأحس أنه قام بمغامرة رائعة وقف الرجال الثلاثة جنبا إلى جنب وأذانهم بدلا من عيونهم متجهة صوبة في وقع أقدامه الغريبة وكانوا واقفين لسق أحدهم الآخر ورأى نونيز أن جفونا عيونهم مغلقة وغائرة وأن حدقات عيونهم ليس لها وجود وكان في وجوههم تعبير عن الخوف والورع وقد أصاخوا إليه أسماعهم وأبدوا رأيهم فيه في وقع قدميه القريب وقال أحدهم في لغة أسبانية لا تكاد تبين رجل أم روح نزلت علينا صخور الجبال وتقدم نونيز بخطوات متئدة ثابتة وهو يستجمع في ذهنه كل القصص القديمة التي سمعها عن تلك البلاد الضائعة ومر بخاطره ذلك المثل القديم في بلاد لاميان الأعور يكون ملكا وكأن المثل كان بمثابة لما يجيش في خاطره من أفكار وسأل أحدهم يا أخي بدرو من أين يأتي هذا الرجل فأجابه لقد هبط الجبال إلى بلدنا وقال نونيز لقد جئت عبر الجبال من بلد على البعد هناك حيث يبصر الناس جئت من جهة قرب بوغوتا حيث يسكن مائة ألف نفس وحيث يمتد العمران إلى أبعد من مرمى البصر وقال بدرو هامشا البصر البصر وقال رجل آخر إنه جاء من الصخور ولاحظ نونيز أن قماش ستراتهم كان من طراز غريب وأن كل رداء كان مطرزا بطريقة تختلف عن الآخرين وقد أحس بالخوف وهم يتقدمون إليه مادين أذرعتهم فرجع إلى الخلف هربا من أصابعهم الفاحصة وقال الرجل الثالث الأعمى وهو يتتبع نونيز ويقبض علي تعال هنا وأمسكوا به وفتشوه ولم يقولوا شيئا حتى انتهوا من هذه العملية وصاح فيهم نونيز وقد أحس بإصبع يندس في عينه باحتراس ورأى أنهم ظنوا عينه بجفنها المتحرك شيئا عجيبا مما دعاهم إلى تحسسها مرة أخرى قال بدرو إنه مخلوق غريب يا كوريا يال شعره الخشن كشعر كوبر اللامة وقال كوريا وهو يلمس ذقن نونيز التي كانت نامية الشعر أنه خشن كالصخور التي ولدته ربما تنع مباشرته فيما بعد وأبدى نونيز بعض المقاومة وهم يفحصونه ولكنهم أمسكوا به بقوة وقال نونيز للمرة الثانية احترسوا وقال الرجل الثالث إنه يتكلم لا بد أنه رجل وصاح بدرو وهو يلمس خشونة القماش في سترة نونيز أوه ثم قال يحدث لقد وصلت إلى العالم إذن قال نونيز من العالم عبر الجبال والثلوج هناك جبل أعلى من هنا بكثير بين السماء والأرض جئت من العالم الكبير المنخفض الذي بينكم وبينه رحلة إثنى عشر يوما إلى سطح البحر ولكنهم لم يلقوا بالا إليه وقال كوريا لقد قال آباؤنا أن قوة الطبيعة قد تصنع رجلا إنها الحرارة المتبعة في الأشياء الرطوبة ثم قال بدرو لنأخذه إلى كبار قومنا وقال كوريا نادي عليهم أولا حتى لا ينزعج الأطفال إن هذا الظرف عجيب وتصايحوا جميعا ثم ساروا يقودون نونيز إلى المساكن وفي مقدمتهم بدرو وهو ممسك به من يده وفي مقدمتهم بدرو وهو ممسك به من يده وسحب نونيز يده قائلا إنني أستطيع أن أرى قال كوريا ترى أجاب نونيز أجل أرى قال ذلك وهو يلتفت وراءه فتعثر في دلو بدرو وقال الأعمى الثالث إن حواسه لم تكتمل بعد إنه يتعثر ويتفوه بألفاظ عارية عن المعنى اسحبه من يده وقال نونيز وبدرو يسحبه من يده كما تريد ثم ضحك كان يبدو على هؤلاء الناس أنهم لا يعلمون شيئا عن حاسة البصر وقال نونيز لنفسه حسنا في الوقت المناسب أستطيع أن أعلمهم وتناهى إلى سماهي أناس يصرخون ورأى جماعة من الرجال يجتمعون في وسط الطريق المؤدي إلى القرية وعندما وصل إلى الحجد وجد أن اللقاء الأول بينه وبين أهل البلاد كان أصعب مما تصور وتوقع وبدى المكان لعينه أوسع مما كان من قبل وظهر الطلاء الزري أغرب منه أولا واجتمع حوله جمهور من الأطفال والنساء والرجال وقد ارتاحت نفسه لما رأى مسحة الجمال في وجوه النساء والفتيات ولكن عيونهن كانت مغلقة غائرة وتجمع الناس حوله يلمسونه بأيد ناعمة حساسة ويشمون ريحة ويستمعون بإنصاط كل ما يصدر عنه من كلام ومع ذلك فقد بقي بعض الأطفال والفتيات بمنآ عنه كما لو كانوا خائفين وحقا كان في صوته خشونة وجفاء إذا قورن برخامة أصواتهن وكان الرجال الثلاثة يحفون من حوله كأنهم يملكونه وبين وقت وآخر كانوا يقولون للناس رجل وحشي من الصخور أما هو فكان يقول إنني من بوغوتا بوغوتا هناك عبر الجبال وقال بيدرو إنه رجل وحشي ويستعمل كلاما همجيا هل سمعت عن كلمة بوغوتا التي يقولوها لا أظن أن عقله قد اكتمل بعد إنه لا يعرف إلا البسيط من الكلام وجاء صبي صغير فعض إصباع نونيز وقال له ساخرا بوغوتا وقال نونيز نعم إنها مدينة وإني أتيت إليكم من العالم الكبير وفيه حيث يتمتع الناس بالبصر ويبصرون وقال بعضهم إنه يدعى بوغوتا وقال كوريا لقد تعثر في مشيه مرتين ونحن في الطريق إلى هنا خذوه إلى شيوخ القوم منا وفجأة دفعوا به من باب إلى حجرة مظلمة للغاية لم يكن بها ضوء إلا ذلك الضياء المنبعث من نار كانت مشتعلة في ركن بعيد منها واندفعت الجماهير من خلفه وسد عليه ضوء النهار وقبل أن يتمالك نفسه ويقف سقط على الأرض ممددا على قدمي رجل كان جالسا في الحجرة وفي ذات الوقت استضم ذراعه بوجه رجل آخر وأحس بنعومة ذلك الوجه وسمع صرخة ملؤها الغضب وجرى صراع بينه وبين أياد كثيرة امتدت إليه وكانت بالنسبة له معركة خاسرة ولذا لزم السكون وقال لونيز معتذرا لقد وقعت لم يكن باستطاعة أن أرى في هذا الظلام وسادت فترة من السكون كان القوم يحاولون فهم حديثه ثم قال كوريا إنه حديث التكوين إنه يتعثر وهو يمشي ويخلط حديثه بكلام لا معنى له وقال آخرون عنه أشياء لم يفهمها فهما كاملا وقال يسألهم هل تسمحون لي بالجلوس؟ لن أقاوم مرة ثانية وتشاوروا فيما بينهم وسمحوا له بالنهوض وبدأ رجل يتقدم في السن يستجوبه وبدأ نونيز يوضح ما خفي عن هؤلاء الناس من العالم الخارجي الذي هبط إليهم منه وتحدث عن السماء والجبال ومتعة البصر ومثل هذه المواضيع التي أدهشت هؤلاء الناس الذين جلسوا في الظلام من حوله في بلاد العميان ولكن الشيء الذي لم يكن يتوقعه أبدا أنهم لم يصدقوا ولم يفهموا حديثه الذي قاله بل إنهم لم يفهموا كثيرا من كلامه فقد مرت على هؤلاء القوم أربعة عشر جيلا وهم مكفوف البصر ومنقطعون عن العالم الخارجي المبصر وكانت الأسماء التي تطلق على البصر وما يقع عليه البصر قد تغيرت في لغتهم أو انقرضت وأصبحت أسطورة العالم البعيد الذي انقطعوا عنه قصة يحكونها للأطفال والظاهر أنهم كانوا قد وطنوا أنفسهم على أن يقطعوا صلاطهم بكل شيء فيما وراء السفوح المنحدرة التي تحيط ببلادهم وقد ظهر بينهم رجال فاقد البصر أوتوا حظا من العلم والحكمة وناقشوا كل المعتقدات التي ورثوها من قديم الزمن أيام أن كان أجدادهم يتمتعون بحاسة البصر وانتهى بهم الأمر أن نبذوا مثل تلك المعتقدات كأنها خيالات وأوهام واستبدلوها بإضاحات جديدة مقبولة عقلا وبفقدهم حاسة البصر ضاعت معهم نسبة كبيرة من ملكة الخيال والتصور وأصبحت لهم بدلا منها تصورات سمعية وحسية تعتمد على آذانهم الحادة وأطراف أصابعهم الحساسة وقد أدرك نونيز كل هذا إدراكا بطيئا وعلم أنه لن يتوصل إلى الحصول على إعجابهم به واحترامهم لأصله ومواهبه لأنهم اعتبروا إضاحاته على أنها أفكار مهوشة لمخلوق جديد فأصبح لزاما عليه أن يكف عن الكلام وأن ينصط إلى إرشاداتهم وكان أكبرهم سنا يوضح له أسرار الحياة والفلسفة والدين فشرح له كيف أن الدنيا وكان يقصد الوادي الذي يعيشون فيه كانت في قديم الأزل فجوة خاوية في الصخر ثم نشأت بها جمادات لا تتمتع بالحس ثم اللاما وقليل من المخلوقات الأخرى التي تتمتع ببعض الحواس ومن بعد هؤلاء خلق البشر وأخيرا الملائكة الذين يمكن سماع أناشيدهم وحركاتهم هنا وهناك ولكن لا يمكن لمسهم وقد حار نونيز للغاية في فهم ما يقصدون حتى علم أن الأمر قد استغلق عليهم فظنوا طيور ملائكة تغرد في الشجر واستطرد الرجل يتكلم عن الزمن فقال لنونيز إن الزمن ينقسم إلى الدفء والبرودة وهذا هو تأويل الكفيف للليل والنهار وأنه من المستحسن أن ينام الإنسان في الدفء أي النهار ويعمل أثناء الليل ولذا كان الواجب أن تكون القرية نائمة لو لا وصول نونيز وقال الرجل المسن أن نونيز قد خلق قصيصا ليخدم أغراضهم ورغم أنه كان يتعثر كثيرا ويبدو عليه ضغف في العقل إلا أنه لا بد أن يفعل ما في وسعه كي يتعلم وفي تلك اللحظات تهامس الناس عند مدخل الحجرة بعبارات التشجيع وقال الرجل إن الليل قد تقدم لأن النهار في رأيهم كان ليلا وأنه من الأفضل للجميع أن يذهبوا إلى مضاجعهم وسأل نونيز إذا كان يعرف كيف ينام فأجاب نعم وطلب طعاما قبل أن يأوى إلى فراشه وجاءوا له بطعام من لبن لامة وخبز جاف مملح وأدخلوه إلى مكان بعيد حيث أكل بعيدا عنهم ثم أخذوه لينام حتى توقظهم برودة الجبال فيبدأون يومهم الجديد ولكن نونيز لم يستطع إلى النوم سبيلا وظل جالسا حيث تركوه يقلب في رأسه كل ما لم يكن يتوقع من ظروف صاحبة وصوله وبين وقت وآخر كان يضحك بينه وبين نفسه مصرورا أحيانا وغاضبا أخرى وقال يحدث نفسه ضعيف العقل وليس له حواس بعد هؤلاء الجهل لا يدركون أنهم يسيئون إلى مبعوث السماء إليهم ليكون لهم ملكا وعليهم سيدا أرى أنه من الواجب علي أن أردهم إلى سواء سبيل دعني أفكر وكان لا يزال في تفكيره عندما أذنت الشمس بالمغيب وكان نونيز مغرما بكل ما يملأ العين من جمال ولقد خيل إليه أن هذا الفيض من الأشعة الذي انبسط على مساحات الثلج الواسعة وعلى جبال الجليد التي تحيط بالوادي من كل جانب أنه كان أجمل ما وقع عليه بصره وانتقلت عينه من هذا الجمال الرائع إلى قرية المكفوفين وحقولها المروية وقد اجتملها الظلام واستولى عليه شعور قوي فانطلق لسانه يشكر الله من كل قلبه بنعمة البصر وتنهى إليه صوت ينادي عليه من القرية هو بوغاتا تعال هنا وهنا وقف نونيز وعلى وجه ابتسام أنه سوف يثبت لهؤلاء بصفة قاطعة قيمة البصر للإنسان سوف يبحثون عنه فلا يستطيعون إليه سبيلا وقال الصوت إنك لا تتحرك يا بوغوتا وضحك بصوت خافت وخطى بحذر بعيدا عن الممر وسمع الصوت يقول له إن المشي على الحشائش ممنوع يا بوغوتا فلا تفعل ذلك ووقف نونيز مندهشا إنه هو نفسه لم يكد يسمع ما أحدث من صوت في مشيته وعاد إلى الممر وقال ها أنا ذا وقال له الأعمى لماذا لم تأتي عندما نديتك أم من اللازم أن تساقى كالطفل ألا تستطيع أن تسمع وقع قطواتك على الممر وأنت تسير وضحك نونيز قائلا إنني أرى الممر وقال الأعمى لا وجود لتلك الكلمة يرى فكف عن هذا العبث واتبع صوت خطواتي وسار نونيز من خلفه وبه شيء من الغضب وهو يقول لنفسه إن دوري سيأتي وخاطبه الأعمى قائلا سوف تتعلم ولديك الكثير في هذا العالم لتتعلمه وقال له نونيز ألم يقل لكم أحد أن الأعور في بلاد العمنيان ملك؟ وسأله الأعمى بغير اكتراث وهو يلتف خلفه ماذا تقصد بكلمة أعور؟ وانطوت أربعة أيام ولم يصبح ملكا كما كان يتمنى لقد تحقق أن آماله من الصعب تحقيقها عما كان يتوقع وجعل يفكر في وسيلة يتغلب بها على هؤلاء القوم وطوغل هذه الأثناء كان يؤدي ما يكلف بعمله وتعلم كذلك أحوال الناس وعاداتهم ولكن العمل أثناء الليل كان متعبا للغاية فاستقر رأيه أن يغير هذا النظام وكانت حياة هؤلاء الناس بسيطة شاقة وكانوا يعرفون الفضيلة والسعادة كما يعرفها غيرهم من البشر وكانوا يعملون ولكن لا يجهدون أنفسهم كثيرا وكان لديهم من الطعام والكساء ما يكفي حاجتهم وكان لهم أياما ومواسم وكان للموسيقى عندهم نصيب كبير وكان لديهم نسل قليل العدد من الأطفال وكانوا ينتقلون في عالمهم المنظم على وجه من الثقة والدقة يثير العجب وكان كل ما تقع عليه العين قد صنع ليخدم مطالبهم كانت هناك ممرات تتفرع من وسط الوادي وتلتقي بعضها ببعض في زوايا وكان في طرف كل ممر علامة تميزه عن غيره ولم يكن في هذه الممرات أو على الأرض المنزرعة أي تعوائق أو عقبات وكانت حواس هؤلاء الناس قد أصبحت حادة لدرجة عجيبة فقد كان في استطاعاتهم أن يسمعوا رجلا على بعد 12 قدما إلى درجة إدراك نبضات قلبه وكانوا يستعينون بنغمات الصوت ليعبروا واستعملوا في فلاحة أرضهم الأدوات المختلفة كأحسن ما تستعمل تلك الأدوات أما حاسة الشم عندهم فكانت قوية أيما قوة حتى أنهم كانوا يميزون الروائح بعضها من بعض كما يفعل الكلب وكانوا يربون اللامة التي تعيش على الصخور بشيء من اليسر ولم يتحقق نونيز من ثقتهم بأنفسهم ويسر حركاتهم إلا بعد أن تحداهم والحق أن النونيز لم يتحداهم إلا بعد أن فشل في إقناعهم ففي بداية الأمر حاول في مناسبات كثيرة أن يحدثهم عن حاسة البصر فقد قال لهم اسمعوا أيها الناس تبدو لكم من ناحية أشياء غريبة عليكم وقد استمع له ذات مرة رجل أو رجلان أترق له السمع فبذل ما في وسعه ليوضح معنى أن يتمتع الإنسان بالبصر ومن بين من استمعوا له فتاة كانت أجفان عينيها أقل إحمرارا وغورا من غيرها حتى ليظن الناظر إليها أنها تغمض عينيها وكان نونيز يأمل أن يقنع هذه الفتاة بالذات فتحدث عن بدائع الرؤية وتأمل الجمال في الجبال المرتفعة الشاهقة والسماوات وفضاؤها الذي لا يحد وعظمة الشمس وجلالها عند الشروق وكانوا يستمعون له بانتباه ولكن لم يصدقوا من كلامه شيئا وسرعان ما سائموا كلامه وتطرق إليهم الملل قالوا له ليس هناك جبال ما وإنما نهاية العالم هي تلك الصخور التي تعيش عليها اللامة وفوق الصخور كان في اعتقادهم سقف أجوف يتساقط منه الندى والثلج فلما قال لهم أن العالم ليس له حدود ولا سقف كما يظنون اتهموا أفكاره بالفساد والشر وبقدر ما كان في استطاعته أن يصف لهم السماء وما يسبح في فضائها من السحاب وما يزين في ظلامها من مصابيح الكواكب كان وصفه وصفاً قبيحاً خالياً من المعاني إذا قورن بالسقف الناعم الذي اعتقدوا بوجوده فقد كان عنصراً من عناصر عقيدتهم أن سماء الدنيا كانت سقفاً ناعم الملمس فلا عجب أن صدمهم في عقيدتهم عندما حدثهم عن السماء كما يراها هو وأقلع نونيز عن محاولاته في تفسير طبيعة الأشياء لهم ورأى أن يضرب لهم مثلاً في الفائدة العملية لحاسة الإبصار فذات صباح رأى بدر على الطريق رقم سبعة عشر متجهاً نحو المنازل المتوسطة كان أبعد من أن تدركه أسماعهم أو تشمه أنوفهم فقال لهم نونيز بعد قليل يصل بدر إلى هنا ورد عليه رجل مسن قائلاً إن بدر ليس لديه أي عمل في الطريق رقم سبعة عشر وفي ذات اللحظة انحرف بدر فجأة ودخل الطريق رقم عشر وسار مسرعاً إلى البوابة متجهاً خارج القرية وسخر من نونيز عندما لم يصل بدر وفي ذلك الحادث أخبر نونيز بدر أنه رآه على الطريق رقم سبعة عشر فأنكر بدر ذلك وبدأ يشعر بالكراهية نحو نونيز وبعد ذلك أقنعهم أن يسمحوا له أن يذهب إلى مكان بعيد مع أحدهم ووعدهم أن يصف لهم كل ما يحدث بين المنازل وأبدى لهم ملاحظات مؤكدة عن تحركات أشخاص في ذهابهم وإيابهم ولكن الذي كان يعني هؤلاء الناس هو ما يحدث بداخل المنازل أو فيما خلفها فلما سألوه عن تلك الوقائع لم يبدأ إجابة ما وبعد أن فشلت محاولته هذه وما بدى منهم من زخرية في معاملته قرر رأيه أن يستعمل القوة ففكر أن يأخذ فأساً وينقض به فجأة على رجل منهم أو رجلين فيلقي به أرضاً ليبرهن لهم على ميزة البصر في معركة شريفة عادلة ولما تدبر هذه الفكرة طويلاً وأمسك بالفأس علم أنه من المستحيل أن يخالف طبيعته ويعتدي على رجل ضرير وأصابه التردد واكتشف أنهم على علم بأنه يحمل فأساً ذلك أنهم وقفوا منتبهين وآذانهم متجهة إليه تنظر ما يصدر من حركات وصاح به أحدهم إلقي هذا الفأس أرضاً وهنا أحس بنوع من الرعب مصحوب بالوهن وكاد أن يخضع ويطيع ويصدع بالأمر ثم دفع أحدهم إلى الخلف على حائط أحد المنازل وولى هارباً خارج المدينة وعبر أحد المروج مخلفاً وراءه آثاراً على الحشائش التي داسها وجلس قريباً من طرقاتهم وأحس بتلك الطاقة التي تتدفق في الجسم قبل أن يقدم على معركة ولكن أفكاره اختلطت عليه وبدأ يدرك أنه لا يستطيع أن يحارب وهو قرير العين رجلاً يختلف معه في التفكير وعلى البعد رأى جماعة من الرجال يحملون فؤوساً وعصياً قادمين من القرية في صف منتشر على الممرات متجهين إليه وكانوا يتقدمون في بطء وهم يتحدثون بعضهم إلى بعض ومن وقت لآخر كانوا يتوقفون يتنسمون الهواء وينصطون وضحك نونيز لما رأاهم يفعلون ذلك ثم سكت واكتشف أحدهم آثار نونيز في الحشائش وتحسس طريقه على الأثر وظل نونيز يراقب تقدمهم البطيء لفترة خمس دقائق ثم أحس إحساساً قوياً أنه لا بد أن يبذل جهداً دفاعاً عن نفسه فوقف وصار خطوتين ناحية الجدار الذي يحف القرية تقاقر قليلاً وواجههم أما هم فوقفوا في شكل هلال ساكنين ينصطون إليه وكان هو غيضاً ساكناً يقبض بيده على الفاس وسأل نفسه هل يبدأهم بالهجوم ومن جديد دوت في أذنيه الكلمات في بلاد العميان يكون الأعور ملكاً هل يبدأهم بالهجوم؟ ونظر إلى الحائط المرتفع الذي خلفه كان أملس السطح من الصعب تسلقه ومع ذلك فقد كان به منافذ كثيرة وتقدم منه بعض الذين كانوا يقتفون أثره ومن خلفهم جاء آخرون من الطريق ومن المنازل أيبدأهم بالهجوم؟ وندى أحدهم عليه بوغوتا بوغوتا أين أنت؟ واشتدت قبضة نونيز على الفاس وتقدم يجتاز المروجة إلى القرية وما إن تحرك حتى اندفعوا إليه فقال لنفسه سأضربهم إذا امتدت إلي يد أحدهم أقسم على ذلك سأضربهم وصاح فيهم اسمعوا لي إنني سأفعل ما أشاء في هذا الوادي هل تسمعون سأفعل ما أريد وأذهب إلى حيث أحب وسرعان ما هجموا عليه بحركة سريعة رغم أنهم كانوا يتحسسون طريقهم إليه كان مثلهم كمثل من يلعب لعبة الاستخفاء حيث كانوا كلهم مغمض الأعين مع دنونيز وصاح واحد منهم اقبضوا عليه وشعر نونيز أن من اللازم استجماع نشاطه وأن يتخذ قرارا سريعا فصاح فيهم بصوت تعمد أن يكون قويا صارما إنكم عمي وأنا مبصر فهل يستوي الأعمى والبصير؟ اتركوني وشأني وكان صوته يهتز بما يعتمل في نفسه من ثورة الغضب قال له أحدهم بوغوتا؟ بوغوتا؟ إلقي بهذا الفأس وابتعد عن الحشائش وبقدر ما كان الأمر مضحكا يستدعي الرثاء فقد امتلأت به نفس نونيز غضبا فقال لهم وهو يرتجف غيظا سيصيبكم مني أذى كبير اتركوني وشأني فوالله لتجدن فيي غضة إذا اقتربتم مني وأخذ يجري دون أن يعرف على وجه التحقيق إلى أين يتجه وتحاشى أقرب العميان إليه لأنه كان من المؤلم أن يمتد يده إلى الأذى وتوقف ثم استدارا ليهرب من صفوفهم التي كانت تقترب واتجه إلى فجوة واسعة ولكن الرجال الواقفين قربها شعروا باقتراب خطواته فانقضوا واحدا على الآخر يريدون أن يقبضوا عليه أما هو أما هو فقد قفز إلى الأمام وعلم أنه لا محالة واقع في أيديهم فرفع المعول وضرب بشدة فسقط أحد الرجال على الأرض وهو يصرخ ألما ومر نونيز من الفجوة ولكنه كان قريبا من الطريق والمساكن وكان هناك رجال يحملون المعاول والعصى هنا وهناك وفي الوقت المناسب سمع خطوات تعد خلفه ورأى رجلا طويل القامة يندفع إليه ويضرب في اتجاه الصوت الذي يسمعه وهنا فقد نونيز أعصابه فقذف الرجل بالمعول وسدد إليه الرجل ضربة أخطأته فصرخ نونيز وولى الأدبار وهنا أخذ منه الخوف كل ما أخذ فهام على وجهه يجري في ارتباك وهو يتعثر لاهتمامه بأن ينظر حوله في كل ناحية وأخيرا سقط بصوت مسموع وعلى البعد كان هناك باب في الحائط فاندفع منطلقا إليه دون أن يكلف نفسه عناء النظر إلى من كانوا يقتفون أثره وتعثر وهو يعبر القنطرة ثم تسلق السخور فقابلته واحدة من اللامة مذعورة وولت هاربة حتى اختفت عن ناظره وارتمى هو على الأرض يتنفس بصعوبة وهكذا كانت نهاية المعركة وقد خارج الوادي يومين كاملين محروما من الطعام والمأوى يفكر في مستقبله وبينما كان غارقا في تأملاته هذه كان يقفز إلى خاطره مصحوبا بشعور السخرية والهز ذلك المثل في بلاد العميان يكون الأعور ملكا واستعرض في فكره وسائل محاربة هؤلاء الناس والتغلب عليهم فاتضح له استحالتها جامعا لم يكن لديه سلاح يقف به أمامهم وليس من السهل أن يحصل على سلاح ما وكان رجلا متمدينا لا تستطيع نفسه أن تسول له قتل رجل ضرير وهو هادئ النفس دون ما ثورة أو هياج ولو أنه فعل ذلك لاستطاع بالطبع أن يفرض شروطه على هؤلاء الناس على أساس من التهديد بقتلهم جميعا ولكنه كان في حاجة إلى النوم إن عاجلا أو آجلا وحاول أن يبحث عن طعام بين الأشجار وأن يجد لنفسه مأوى يحميه من السقيع المتساقط أثناء الليل وحاول أيضا بقليل من الجرأة صيد واحدة من اللاما ليذبحها ويأكل بعض اللحم منها ولكن اللاما كانت تنظر إليه والريبة في عينيها ذات اللون الداكن وترغي وتزيد في فمها ثم تعد بعيدة عنه وفي اليوم الثاني استولى عليه الرعب وأحس رعشة في جسمه وانتهى به الأمر أن تسلل إلى ناحية الحائط متجها إلى وادي العميان يعرض عليهم الشروط وسار بحذاء النهير وظل ينادي حتى جاء رجلان وأخذ يحدثانه فقال لهما لقد كنت أرعن أحمق ولكن عذري أنني كنت حديث التكوين فقال أحدهما ردا عليه أن حاله قد تحسن وأفهمهما أنه أصبح أكثر تعاقلا عن ذي قبل وأنه آسف أشد الأسف لكل ما صدر عنه وبكى نونيز لأنه كان ضعيفا عليلا ووجد الرجلان في بكائه دلالة مشجعة وسألاه إذا ما كان يزال يظن أنه يستطيع الرؤية فأجابهما كلا لقد كان ذلك نوبة من البله هذه الكلمة تعني لا شيء وأقل من لا شيء وعندئذ سألاه عما يوجد فوقه فأجاب على مسافة تبلغ ماءة مرة قدر قامت الرجل يوجد سقف سخري ناعم يظلل العالم وعاود الصياح مرة أخرى قائلا وقبل أن تسألني عن شيء آخر قدم لي بعض الطعام وإلا متجوعا وكان ينتظر منهم عقابا رادعا ولكن هؤلاء المكفوفين كانوا قادرين على الصفح والعفو وكان رأيهم في عقوقه وتمرضه أنه دليل على بلاهته وانحطاط أهله وبعد أن جلدوه كلفوه القيامة بأبسط الأعمال وأشقها ولما وجد نونيز أنه ليس أمامه إلا هذا السبيل ليعيش استسلم وفعل ما أمر به ولزم فراش المرض بضعة أيام كانوا يرعونه أثناءها بالعطف والحدب وقد قام بواجب الشكر نحوهم على هذه العناية ولكن الذي سبب لهم ضيقة شديدة أنهم أصروا على بقائه في الظلام وجاءوا إليه بأول الحكمة من العميان وحدثوه عن خبث أفكار وأنبوه بأسلوب شديد التأثر لما كان في نفسه من شك بخصوص ذلك السقف حتى أنه أصبح يرتاب إذا ما كان مخطئاً في عدم رؤيته لهذا السقف وهكذا أصبح نونيز مواطناً في بلاد العميان وبدأ الناس يألفونه ويألفهم وأصبحت الدنيا فيما وراء الجبال بالنسبة إليه أبعد مما كانت وضرباً من التصور والخيال ومن الذين عرفهم في بلاد العميان سيده يعقوب وكان رجلاً كريماً عطوفاً في غير نوبات الغضب عرف بدر ابن أخي يعقوب وتعرف أيضاً على مدينة ساروتي أصغر بنات يعقوب التي لم تصادف إعجاباً كثيراً في بلاد العميان لأن وجهها كان بارز التقاطيع تنقصه النعومة التي يعتبرها الأعمى مثله الأعلى في جمال الجنس اللطيف وفي أول الأمر بدت لنونيز جميلة ثم أصبحت في نظره أجمل إنسان بين الخلق جميعاً ولم يكن جفناها المغلقان حمروين ولا غائرين كما كان عند غيرها من أهل البلاد وكان يبدو عليهم أنهم على وشك أن يتفتح في أي لحظة وكانت أهداب عينيها طويلة وهذه في بلادهم علامة القبح الزائد أما صوتها فكان خشناً لم يعجب الشبان من أهل القرية فلم يكن لها رفيق أو حبيب وقد أتى على نونيز حيناً من الظهر ظن فيه أنه لو قدر له أن يتزوج فلا بد أن يذعن للقدر ويقضي بقية أيامه في بلاد العميان وظل يراقب الفتاة ويتحين المناسبات ليقدم لها خدمات صغيرة ولم يمضي زمن طويل حتى اكتشف أنها توليه بعض الاهتمام وذات مرة التقى بها في اجتماع عقد في يوم من أيام الراحة وجلس جانباً على ضوء النجوم الشاحب ومن حولهما أنغام عذبة من سحر الموسيقى وواتته الشجاعة فأمسك بيدها وردت هي على ذلك بحركة ضغط حنون وفي مرة أخرى كانوا يتناولون الطعام في الظلام فأحس بيدها تبحث عن يده وتأججت النار حينئذ فرأى على ضوئها بعض حنان الرقة والحنان في وجهها وسعى يوماً ما إليها ليحدثها وكانت جالسة في ضوء القمر تعمل على مغزلها وقد جعلها فيضان الضوء الأبيض تمثالاً صنع من نور في الضي غامض وجلس إلى جوارها واعترف لها بحبه ووصف لها كيف أنها جميلة في نظريه وكان في صوته نغمة العاشق المدلة وكان يتحدث باحترام وحنان أقرب قليلاً إلى الخوف والرهبة ولم تكن عاطفة الإعجاب قد مست قلبها من قبل ولم تعطيه جواباً شافياً محدداً رغم ما اتضح له من أن كلامه قد نال من نفسها موضعاً حسناً أسرها وأبهجها ومن بعد تلك الليلة كان يحدثها كلما سنحت الفرصة للقاء وأصبح وادي العميان عالمه وموطنة لم تعد الدنيا الواسعة فيما وراء الجبال حيث عاش الناس في الضوء أكثر من أسطورة خيالية قد يحكيها لحبيبته يوماً ما وفي شيء كثير من الخجل والهيبة حاول أن يصف لها ما هي حاسة البصر وكانت حاسة الرؤية في رأيها أجمل الخيالات الشاعرية ولكنها كانت تستمع إلى أوصافه لجمال الجبال الشاهقات السابحة في ضوء النجوم كان محرماً عليهما أن يأخذ في مثل ذلك الحديث كذلك لم تصدق ما قال لها إنما فهمته بين وبين وإن كان قد ظهر عليها سرور الغريب أما هو فقد بدى له أنها تفهم تماماً كل ما يقول وزايله الخوف الذي صاحب حبه وتشجع ففكر أن يطلب يدها من يعقوب ويصبح زوجاً لها وهنا أظهرت الفتاة خوفها وعوقت عليه هذا الطلب وعلم يعقوب من إحدى بناته الكبار أن صغر بناته مادينة ساروني ونونيز متحابان ومن بداية الأمر قامت معارضة شديدة في وجه هذا الزواج لا لأنهم كانوا يقدرون ابنتهم وإنما لأن نونيز كان في نظرهم مخلوقاً غريباً غبياً وكائناً أدنى من المستوى العادي للرجل وقد عارضت أخواتها بشدة هذا الزواج الذي يجلب عليهم جميعاً الخزي والعار ومع أن يعقوب كان قد بدأ يعجب بخادمه الغريب المطيع فإنه رفض إتمام الزواج أما بقية الشبان فقد غضبوا لفكرة إفساد جنسهم بالزواج من هذا المخلوق الذنيئ وتمادوا في الأمر فاعتدوا على نونيز بالسب والضرب فدافع نونيز عن نفسه فاعتد عليهم واستفاد لأول مرة بميزة البصر وبعد هذه المعركة لم يجر أحد أن يمد إليه يداً بسوء وإن ظلوا يعتبرون هذا الزواج أمراً مستحيلاً وكان يعقوب يحب ابنته حباً جماً وما أكثر ما أصابه من الحزن عندما ارتمت على كتفيه تبكي بكاء مراً فقال لها مواسياً تعرفين يا ابنتي أنه أبله ذو عقل مضطرب ولا يستطيع أن يفعل أمراً على وجه من الصحة قالت ساروتي باكية إنني أعلم ذلك ولكنه أحسن حالاً عن ذي قبل وهو مضطرد في التحسن إنه متين قوي الجسم يا أبتي وفي قلبه حنان وعطف وأرحم من أي رجل في عالمنا وهو يحبني يا أبتي وأنا متيمة في هواه وأصاب يعقوب الحزن إذا علم أنه لا سبيل إلى مواساة ابنته ومما زاد في حزنه أنه كان يحب نونيز لأسباب شتى وذهب يعقوب ليشهد مناقشة موضوع الزواج في ذلك المجلس الذي عقد في حجرة مظلمة خالية من النوافذ وعندما حانت له فرصة الكلام قال عن نونيز إنه أحسن حالا مما كان ومن المحتمل جدا أن نراه قد أصبح مثلنا وحدث أن أحد الرجال من كبار السن واتته فكرة كان طبيبا عظيما في قومه وكان يتمتع بآراء فلسفية وعقل مبتكر وكانت قد أعجبته فكرة علاج النونيز من شذوذه وذات يوم قال هذا الطبيب ليعقوب لقد فحصت بوغوتا فاتضحت لي حالته عن ذي قبل وأظن أن من المحتمل جدا علاجه وقال يعقوب هذا كان أملي دائما وقال الطبيب الأعمى إن عقله واقع تحت تأثير شيء وهنا وافقه على آرائه غيره من كبار القوم وقال الطبيب وما ظنكم بسر التأثير الواقع على عقله وقال يعقوب أجل حدثنا عنه قال الطبيب مجيبا على نفسه إن بوغوتا يشكو من مرض في عينيه التي يفترض فيهما أن تكون تجويفين لعينين في الوجه فهما عند بوغوتا متورمان إلى درجة كبيرة وله أهداب وأجفان يتحركان فعقله في حالة اضطراب مستمر نتيجة لذلك وقال يعقوب أجل أجل وقال الطبيب أظن أنني أستطيع أن أؤكد أنه ما علينا لكي نعالجه علاجا كاملا إلا أن نقوم بجراحة بسيطة هي استئصال عينيه وسأل يعقوب وعندئذ تتحسن حاله أجاب الطبيب سيكون في غاية الصحة ويصبح مواطنا صالحا قال يعقوب شكرا لله على نعمة العلم وأسرع من فوره إلى نونيز يبشره بالآمال السعيدة التي لاحت غير أن يعقوب عندما أفضى إلى نونيز بتلك الأنباء السعيدة لاح له منه أنه تلقاها بشيء من البرود والاستياء ودعاه ذلك إلى أن يقول لنونيز إنني لأظن من نبرات صوتك إنك لا تبدي تجاه ابنتي شيئا من الاهتمام وأما مدينة سروتي فقد شجعت نونيز على مواجهة الطبيب الأعمى وسألها نونيز أتريدينني على أن أفقد هبة البصر؟ فهزت رأسها نفيا ونكست رأسها على صدرها واستترد قائلا إن البصر بالنسبة لي هو عالم بأكمله هناك أشياء صغيرة فيها جمال ومتعة للبصر الظهور المنبعثة بين الصخور تلك الدفة والنعومة من قطعة من الفراء وجمال السماء على بعدها وما يسبح في فضائها من سحائب بيضاء ناصعة أو سوداء داكنة وساعات الغروب عندما تتألق الشمس في أبهة من العظمة المضيئة والنجوم اللألاء في ظلمة السماء كأنها الوشي اللامع في ثوب من المخمل الأسود وأنت يا حبيبتي من أجلك فحسب أريد أن أحتفظ ببصري لأرى وجهك الحلو الجميل وشفتيك الحانيتين ويديك المشتبكتين إن عيني هي التي أوقعتني في حبك ويريد هؤلاء المغفلون أن ينزعوهما لكي ألمسك وأسمعك ولا أعود أراك ثانية ثم أضطر للبقاء هنا تحت هذا السقف الصخري وفي عالم الظلام الذي تقيدون به خيالكم لا إنك لا توافقين على أن أنتهي إلى هذا المصير وانتابه قلق مقيت فسكت وترك موضوع الحديث وقالت له كان بودي وسكتت وقال لها نعم يا عزيزتي فاستطردت لو أنك لم تتحدث على هذه الصورة سألها نونيز أي صورة؟ فأجابت أعلم أن البصر شيء جميل وأنا أحب فيك الخيال ولكن لا محال لمثل هذا الآن ثم أحس ببرودة واستأنف حديثه الآن قالها بصوت ضعيف وكانت تجلس صامتة واستطرد أتقصدين أنه من الأفضل لي أن ربما يكون أفضل لي أن أفقد وبدأت الأمور تتضح له سريعا وسرت في جسمه نوبة من الغضب الغضب على حظه العاثر ومصيره المظلم وكذلك أحس بعطف نحوها سببه نقص الفهم الذي كانت تعانيه وكان عطفا قريبا من الشفقة وقال لها يا عزيزتي ورأى من شحوب وجهها مدى الجهد الذي تعانيه من أثر الضغط على نفسها حتى لا تنطق بما يؤلم نفسه وطوقها بذراعيه وقبلها في أذنها وجلسا صامتين وأخيرا قال لها في صوت لطيف عذب وإذا وفقت على ذلك وهنا احتوته بين ذراعيها ونشجت بالبكاء وقالت بصوت مختنق واه ليتك توافق ألا ليتك توافق ولم يغمض لننيس جفن ولا ذاق النوم طرف تعين طوال الأسبوع الذي سبق إجراء الجراحة التي كانت سترفعه من رتبة العبد الدني إلى مستوى المواطن الأعمى وبينما كان أهل البلاد ناعمين بالنوم الهنيء كان هو جالسا يقلب الفكر أو هائما على وجهه على غير هدى يحاول أن يجد للمشكلة حلا لقد أعطاهم جوابا ووافق ومع ذلك فما زال في حيرة من أمره وأخيرا أشرقت الشمس في عظمة فتوجت هامات الجبال الناصعة البياض بأكاليل ذهبية من أشعتها وكان هذا آخر يوم يتمتع فيه بإبصاره وقابل مدينة ساروتي ودار بينهما حديث قصير قال لها غدا سأفقد بصري إلى الأبد قالت له وهي تضغط يديها في حسرة وقلبها ثم استطردت لن تشعر إلا بقليل من الألم وأنك سوف تقاسي هذا الألم من أجلي يا حبيبي يا حبيبي فإذا كان في استطاعة إمرأة أن تفتدي هذه التضحية بقلبها وحياتها فإنني لا محالة فإنني لا محالة سأعودك عن تضحيتك يا أعز مخلوق لدي يا صاحب الصوت الرقيق سأعودك عن بصرك سأعودك عن بصرك وشعر برثاء عظيم نحوها ونحو نفسه واحتواها بين ذراعيه وقبلها وهو يتملى من وجهها الجميل لآخر مرة وودعها وودعته في كلمات هامسة وابتعد عنها في سكون وهي واقفة تنصت إلى خطواته المبتعدة التي أوحت إلى نفسها شعورا من الأسى جعلها تنفجر في بكاء مرير كان قد استقر عزمه على أن يقصد إلى مكان بعيد حيث تتألق الزهور البيضاء على خدرة المروج السندسية وهناك أراد أن ينتظر إلى أن تحين ساعة تقديم تضحيته وبينما كان في طريقه رأى نور الصباح كأنه ملاك في درع ذهبي يرتاد الوهاد فيكتسحها بفيض من الضياء وظن عند رؤيته لهذه الروعة أن ما صادفه في بلاد العميان من الأيام التي قضاها والحب الذي وقع في شراكه لم تكن إلا أضغاث حلم مخيف ولم ينحن مع الطريق كما كان يجب أن يفعل وإنما تابع السير ومر من فتحة الحائط إلى الصخور وعيناه لا تحيد عن الثلوج والجليد الغارقة في بحر من النور ورأى هذا الجمال الذي لا يرقى إليه وصف وسبح به الخيال إلى آفاق بعيدة فيما وراءه لن تقع عيناه عليه مرة أخرى وفكر في ذلك العالم الأكبر الذي انفصل عنه عالم كان ملكا له وبين الخيال رأى تلك المنحدرات البعيدة التي بينه وبينهما آفاق وفي وسطها بوغوتا موطن الجمال الرائع حيث تبدو رائعة بالنهار ومتأنقة ليلا كالسر الغامض في ضمير الظلام وتخيل قصورها وتماثيلها وأيقن أنه يستطيع في يوم واحد أن يجتاز الممرات عبر الجبال ويقترب منها رويدا رويدا وكذلك دار بخلده رحلة على النهر يوما بعد يوم من بوغوتا إلى عالم آخر أكبر بكثير عبر بلدان وقرى وغابات وبيد قفار كل ذلك والنهر المتدفق يجري ويجري حتى يتسع شاطئاه في المصب فتدخل فيه السفن الضخام ويصل الإنسان إلى البحر اللانهائي بما فيه من الآلاف من الجزر وبما تمخر فيه من مراكب تجري في رحلات لا تعد ولا تحصى حول العالم الأكبر وعند البحر حيث لا جبال تصد البحر يرى الناظر السماء لا في شكل قرص كما يراه في بلاد العميان وإنما يراها قوسا متناهي الزرقة وفي وسطه النجوم في مداراتها وتدور الشمس في فضائها كل في فلك يسبحون وتفقدت عيناه وهي تدور هنا وهناك تلك الستائر الثلجية والغلالات البيضاء التي تكس الجبال وكان في نفسه إليها شوق أقوى من ذي قبل لو أنه صار من هذا الممر إلى ذلك التجويف الصخري فقد يصل إلى الأشجار التي تنبت على قطعة الصخر البارزة ثم ماذا بعد ذلك؟ قد يكون ذلك سهل المراس ولربما وجد هناك مرقى إلى الجرف حيث سقط أول الأمر وهوى إلى بلاد العميان وإذا فشل في المرور عن طريق التجويف الصخري فهناك مكان آخر إلى ناحية الشرق يمكن اجتيازه ومنه ينفذ إلى منطقة الثلوج في منتصف المسافة إلى قيمة الجبال الشاهقة ونظر خلفا ناحية القرية وأمعن النظر بإحكام وفكر في مدينة ساروتي وكانت قد تضاءلت على البعد وتناهت في الصغر واستدار ثانية وبدأ يصعد الجبل الجبل الشرقي الذي ورائه كانت تشرق الشمس وعند غروب الشمس كان في طريقه إلى أعلى كان قد تسلق أمكنة أعلى مما وصل إليها الآن ومع ذلك فقد كان على ارتفاع عظيم وكانت ملابسه قد تمزقت وأطرافه قد دميت وكان به قطوع في أماكن شتة في جسمه ولكنه رقد هناك كأنما نزلت عليه الزكينة ولاحت على وجهه ابتسامة ومن المكان الذي استراح فيه بدى له الوادي كأنه ثقب في الصخور على بعد ميل إلى أسفل وأظلمت الدنيا بمن تشر في الفضاء من ضباب وظلال ولو أن قمم الجبال من حوله كانت تشتعل بالنور والنار وكانت الصخور القريبة منه تتألق جمالاً وعلى طول الممر ومضت ضلال من النور رائعة ساحرة فاللون الأزرق يتدرج مع الطيف إلى اللون الأرجواني الداكن ويتحول الأحمر الرويداً إلى لون السماء المنثورة بالنجوم ولكنه لم يلقى بالنا الآن إلى هذه الرؤى فقد كان يكفيه أنه هرب من بلاد العميان التي ظن أنه سيكون فيها ملكاً واختفت أنوار المساء الرائعة وانتشر ظلام الليل وهو ما يزال في مكانه ممدداً في سكون وفي نفسه شعور بالرضا ومن حوله برد المساء وأنوار النجوم ترجمة نانسي قنقر